اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عدة شرائح منها مؤسسات منها بلديات ومنها شركات خاصة الشركة إن وجدت لتدمج التكنولوجيا والحلول التكنولوجية بالوسط العربي لأنه في عنا كثير نقص وإحنا كثير متأخرين عن مجتمعات ثانية وعن العالم بالتكنولوجيا اللي بنستخدمها واللي بنقدمها فشفت أنا إنه في حاجة لشركة تكون موجودة بالوسط العربي اللي تنتج هاي الحلول اللي هي تكون كريبة على الناس كريبة على المشاكل تكون عارفة بالزبط لأنه كم مرة في نوعية مشاكل الموجودة بالوسط العربي اللي مش موجودة بمحلات هاي مش موجودة بأميركا إنه ناخذ سوفت وير من هناك نحطها هون تشتغل بالزبط ففيه لازم يكون ملائمة بالسوفت وير بالمحل اللي هي موجودة فيه إلا الحل اللي هي جاية تحليه فاصلنا الشركة شغالة خمس سنين واللي اعتبت لأنه الإشي مظبوطة أنه خلال خمس سنين هاي حل لنا كثير مشاكل بكثير مؤسسات وشركات وكثير مجالات اللي هي كانت موجودة بس كان فيها أو الشغل كان يأخذ كثير وقت أو كان يصير فيه أخطاء اللي هي أخطاء للإنسان أخطاء إنسانية طبيعية ممكن تصير مع أي حدا بالزبط اللي هي البرنامج نفسه مش ممكن يختاره إنه صفر واحد هناك فيش كثير مجال للواحد يحكم العقل للبشر يعني شوي الكمبيوتر شوي أذكى منا مع إنه إحنا البشر هين اللي اختروا الكمبيوتر طبعا طبعا بس لما بتحكي عن مثلا العمليات معقدة طويلة اللي فيها كثير أرقام إنه ليش الكمبيوتر إنه بنساش 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 بقدر وسريع سريع بقدر يعمل كثير عمليات حسابية اللي البني آدم بده أيام يعملها بثواني فلذلك توظيف التكنولوجيا والحلول التكنولوجية بالمحلات الصح كثير بطور المجتمع كثير بطور الخدمات اللي ممكن نأخذها كثير بطور السلطات اللي هي بتعطي خدمات للناس كثير بطور يعني بيعطينا إحنا كبني آدمين إنه نعمل الأشياء اللي مفروض إحنا نعملها والأشياء اللي هي في مجال هتنسميها الشغل الأسود تمام اللي ممكن ماكينة تعمله خلي الماكينة تعمله يعني نعطي وقتنا لأشياء اللي هي أهم بما إنك أنت بتتعامل مع مؤسسات بتتعامل مع مدارس بتتعامل مع كل هذا السيستم اللي هو بطل ورق أو ألم صار كله كمبيوتر فهمت كيف؟ مع إنه الكمبيوتر فات زمان بس كل يوم فيه اختراع أو فيه وجود ل يعني بكل تاني ممكن إيسا تلاقي من تطبيقات وفيه ركض ورا هذا الشكل بس بديش أفوت على المحل الاقتصادي بهذا المحل بدي أحكي صعوبات إنك تفوت على مجتمعنا اللي إنت ذكرت إنه هو شوي فحجي لورا بتاعتك عن العالم صح هل أنت كيف بتشوف لأنه اليوم الإشي كمان بمين متعلق؟ بتعلق بالإدارات أو بمين اللي قاعد بالكرسي الملائم بتانه يقنع كل السيستم أو كل النظام اللي موجود عنده بالتكنولوجيا الموضوع أكثر كطريقة التفكير إذا أنت قدرت تفهم طريقة التفكير لللوجيك للتكنولوجيا للمنطق طبعا بالضب اللي هو منطق شوي بيختلف عن المنطق البشري تمام؟ إذا قدرت تفهمه وتمرك هذا الحاجز بيكون سهل عليك أن تعلم أياتها لغة برمجة اللي هي اللي بالأخير بنكتب منها السوفتوير الصعوبة هون بين الأجيال إنه فيه جيل اللي تربع على هاي الطريقة التفكير فهو من أول ما وعي بيعرف كيف التلفون بشتغل بيعرف كيف أنت لما تبعث صورة شو بيصير بالزبط إنها بتروح على شي محل معين بالزبط ولبين لجيل أبوتنا تمام؟ اللي هم بالنسبة لهم هذا عالم ضبابي أنا بعرف شو بالضبط بيصير فمش هالكتب يأمنوا وشوي بيخافوا يتعامل مع هذا العالم إنه تمام أنا بعت هس ملف للمحامية أو المحاسد طب أنا بعرفش بالضبط شو بصير وراء الكواليس بخاف إنه حدا ثاني يشوفوا بعرفش بعد مش متأكد فالإشي بالنسبة لهم شوي ضبابي وصعب إنها تركت تفكير هاي تركب على روسهم مع الوقت ولما صارت التكنولوجيا هي مش بس للأشياء اللي هي خاصة بالشغل صارت الأشياء اللي هي يومية تمام؟ لما الأبو صار في مجموعة الواتساب تبعت العيلة صار في عنده إيميل صار في عنده فيسبوك اللي هي أشياء اللي مجبورة يتعامل معها باليوم يوم فصارت الصورة أكثر توضح لهم في منهم اللي بعد حاربين الموضوع يعني خايفين منه وبعد ناش نكرب عليه تمام؟ بس الأغلب صاروا يتعامل مع هذا العالم صاروا يتعامل مع هذا المجال وبالنسبة لهم الموضوع بلّ شوي شوي يصير منطقي بالنسبة للقسم الثاني اللي هو هل دمج التكنولوجيا بالمؤسسات اللي هي صرها كثير وقت شغالة مع ناس اللي هم من الجيل القديم أو تعطي نقول بنفس السيستم وفي خوف أن نغيره السيستم الإشي كان كثير صعب بلّ أول شي بأنك تأخذ أنت تعمل بسموه أنك تأخذ المتطلبات تفهم إيش بدهم وتعملهم من البرمجية المناسبة هم مش عارفين بالضبط إيش بدهم من البرمجية فإنت بدك تفوت لعاكلهم تفوت كيف بشتغلوا يعني هتحكي لك شغلي فيه عندي كان زبون اللي هو أسس كثير كبير اللي بتشتغل بمجال كثير كبير بس بشتغلوا بالطريقة القديمة تمام؟ أنا عشان أخضر أفهم إيش احتياجاتهم للسوفتوير روحت كعت عندهم يوم كامل كعت يوم كامل شفت كيف بشتغلوا كل البرمجية طبعهم من أول وآخره همت بالضبط كيف بشتغلوا همت الحاجة طبعتهم؟ بالضبط وطلعت وان ممكن السوفتوير بكون ناجعة بالنسبة لهم تعطي حلول بالمحلات اللي هي صعبة عليهم وطورنا البرمجية وهذا الكسم الأول الكسم الثاني صعب عليهم إنهم يشتغلوا فيها فلما صاروا يشتغلوا فيها بالأول كان كثير صعب بدك تتحملهم تحمل الأسئلة تبعتهم اللي هي بالنسبة لك أنت مفهوم ضمنها تمام؟ سؤال مفهوم ضمنها كيف هي بتشتغل بالنسبة لهم ها بعالم جديد فإدخال التكنولوجيا للمؤسسات والشركات بالوسط العربي كان كثير صعب بالأول في كثير تحديات مش زي ما إنك تشتغل مع شركات من برى البلاد أو شركات اللي هي تكنولوجية بس يعني إحنا جينا عشان في تحدي اليوم أنت لما بتفوت عمؤسسة معي وبتطرح برنامجك أو بتطرح برنامج لتطور لحاجة هاي المؤسسة كيف تتطور كمان لأنه كل مؤسسة بتتعامل مع عدة أطراص كمان مع خارج البلاد كمان واليوم الإنترنت مفتوح لك بكل العالم أنت اليوم مش عم تستنى زي يعني مرات بيصير إنه مثلا حتى بتصير فيك من خارج البلاد أنت بتكون تسمع التليفون وتصير تحكي على صوت عالي اليوم ما فيش حاجة تحكي على صوت عالي يعني صح فسؤالي إنه فوتنا هاي البرمجة حاولنا وأقنعنا المؤسسة إنه يفوت هاي البرمجة هل في استمرارية لصيانة البرمجة من طرفكو هل ما هو كمان البرنامج أنت ممكن تشتغل عليه وتطوره يعني يكون في عندك تطور جديد أو أفكار جديدة أكيد طبعا طلع أغلب الزبائن اللي متعامل معهم بنكمل معهم صيانة مش أغلبهم كلهم كل الزبائن بنكمل معهم صيانة أول شي عشان إنه كل سوفتوير وكل برنامج بيكون مخزن بالكلاود بمحال معينة اللي إحنا مسؤولين عنه إحنا بنحافظه من يظل شغال يظل أبدات مرات بتصير باقز معينة بالسوفتوير اللي إحنا لازم نحلها دغرة والشغل الثاني إنه إحنا بنتابع كيف تركت الشغل لهاي المؤسسة ولموظفين على البرنامج وبنشوف طبعا أكيد فيه دايما مجلات التحسن لأنه حتى إحنا مع كل خبرتنا بهذا المجال إنت بتكون متخيل إشي معين باني زي تصور معين لكيف البرنامج رح يشتغل بس لما يصيروا يشتغلوا عليه بشكل فعلي الموظفين يشتغلوا على البرنامج وصيروا يستعملوا باليوم يوم طبعا هم بتكتشف أشياء ثانية مش بالضبط زي ما كنت متصور أو ما هم كانوا متصورين وطلبوا منك فأنت بدك تلائم هاي الأمر وتغيرها وكثير يعني هات تحكي لك هيك فيه يعني لأي درجة الموضوع مرات أنت بمشروع معين بتقدروا بإكس ساعات عمل تمام وبتسلموا وساعات العمل اللي بنعمله بعد ما يتسلم اللي هين صيانة وتطوير وهيك بيكونه ثلاث اكس أو أربعة اكس من ناحية الكمية فأكيد بيكون صيانة بيكون تطوير بيكون متابعة بيكون كل طبعا ما هات السؤال اللي أنا عم بحاول أفهم منك البرنامج تبعك اللي أنت بدك تقدمه فيه ورا رزمي طبعا يعني طويل يعني أنت قدمت البرنامج مش روحت في عندك واحد اتنين ثلاثة كمان بدك تمرق بدك تعمل مثلا دورة مع العاملين أكيد أكيد عشان يعرفوا يشتغلوا مع هذا النظام آه هاي طبعا مع هذا النظام فهذا الإشي هو أنت لما حكيت على الصعوبات معينة يعني هل هو موضوع كمان تكلفة مادية ولا بس موضوع استيعاب أو مثلا أنه ما فيش كفاءة عند العاملين أن يستوعبوا هاي الأمور الجديدة يعني مثلا أعطيك أعطيك إشي بسيط من تجربة خاصة بفترة الكورونا لما طلع موضوع الزوم يعني هو موجود هذا البرنامج من زمان بفكر فبس هيك بيّن للعالم لأنه احتجنا أنه نتواصل طب في أشخاص اللي مجبورين كانوا يتعاملوا مع الموضوع أنا أعطيك مثلا المعلمين اللي صاروا يعلموا من البيت فأنتي ما تعلموا الزوم فتحوا بس القمرة وحطوا صاروا يعلموا عن طريق لوح بدل ما أنه يطوروا حالاً لأنه يا ما عندنش خلاق يا أنه ما بعرفوا فهمت كيف؟ يعني صاروا وكأنه هذا إشي منقرمش علي هذا إحنا مش متعامل معه كل المجال هذا هو نقلة من محل معين لمحل ثاني تمام؟ فعلى موضوع الكورونا والزوم يعني إحنا وقتها شفنا أنه في حاجة وفي كثير صعوبات يعني صار يوصل من تلفونات من الناس بعرفهم أنه في عندي مشكلة بالزوم بدأ أعلم بدأ عند اجتماع بالشركة عند اجتماع بالمدرسة ففترة الكورونا يعني نشرنا بصفحة الشركة أنه أيات مؤسسة وجهة معينة بدها رشادي في هذا المجال يعني كخدمة خدمة تطوعية إحنا مستعدين فحتى عنا موظفين اللي مستعدين يأخذ تلفونات ويشرحوا للناس عن الزوم وكيف الاشي يشتغل ويتابعوا معهم وكل هالأمور فطبعا الاشي مش سهل مش بيوم وليل راح الكل سير يعرف يتعامل مع هالأمور أنا مش مبسوط أنه أجت الكورونا بس مبسوط من ناحية أنه الناس بس اضطرت استعمل التكنولوجيا تماما بالحياة اليومية وشافت أنه كثير الشي بسهل عليها يعني اليوم أغلب شركات هايتيك وشركات ثانية حتى تبنوا موضوع شغل من البيت